بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حديثنا اليوم عن البكاء من خشية الله وعظمة الأجر المترتبة على هذا العمل هل بكيت يوما من خشية الله؟ هل ذرفت دموعك يوما كأمطار السماء حبا ومهابة وحياء وشوقا إلى الله هل ذكرت الله يوما خاليا لوحدك فانكسرت خجلا واستحياء لفضله وحلمه عليك وإعراضك عنه إن كنت من هذا النوع من البشر فأبشر بالخير فقد أتت المبشرات المتباترات من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع كناية عن الاستحالة حديث صحيح صححه الألباني نعم يا أخي لعل عبرة واحدة فقط تسح منها الدموع هي الفكاك وهي نجاتك من النار قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الحديث المتفق عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه انظروا إلى عظيم فضل البكاء من خشية الله الله أكبر تخيل في هذا اليوم المهيب المخيف بسبب هذه الدمعة الله سبحانه وتعالى يؤمنك وهذا دليل قاطئ أن الدمعة لها ميزان عظيم عند الله سبحانه وتعالى نرجع لشرح الحديث وهنا إشارة رجل ذكر الله خاليا وهذا دليل على أن هذا الإنسان لا يريد رياء ولا سمعة ولا مدح من أحد في مسألة البكاء من خشية الله والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي من غير صوت مرتفع أن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق عليه يعني لولا أنه ما أرفع رأسه ورأه وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي أصلا وكان الصالحون وهم في الصف الواحد في الصلاة بجانب بعض يبكي أحدهم ولا يدري عنها الذي بجانبه إخفاء للعمل قال محمد بن واسع إن الرجل ليبكي عشرين سنة وامرأته معه لا تعلم من الإخلاص وللعلم هذه الدموع لا تأتي إلا من إنسان فعلا يعني بينه بين الله سر بينه بين الله صلى ونحن نعني بذلك الدموع التي تكون متصلة بالله سببها ذكر الله أما الدموع المرتبطة بفقدان عزيز أو بأي سبب من أسباب الأمور الدنيوية هذه خارج عن هذا الفضل وقال المصطفى المختار عليه أفضل الصلاة والسلام ليس شيء أحد إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة دموع من خشة الله وقطرة دم تهرق في سبيل الله وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله حسنه الألباني وهذه قصة مؤثرة يعني سبحان الله كلما قرأتها تأثرت وهي قصة الصحابي الكريم كاتب الوحي أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرئك القرآن قال الله سماني لك قال نعم قال وقد ذكرت عند رب العالمين قال نعم فذر فت عيناه رواه البخاري وفي رواية فجعل يبكي وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا يقصد سورة البينة قال وسماني لك قال نعم قال فبكاه الله أكبر كيف لا يبكي والله العظيم رب العرش العظيم خالق الأكوان مالك المجرات يعرفك ويحبك ويذكرك قمة البشرة قمة الفرح قمة الأمل الله أكبر يعني كما يقول بعض بعض العارفين بالله والله لولا أن كتب الله علينا ألا نتلاشى عند ذكره وحبه والبكاء من خشته لتلاشين هباء منثورا فعلا يعني نموت من جمال مهابة الله والأنس بقربه جل وعلا هذا في الدنيا فكيف بالآخرة قيل لعطاء السلمي ما تشتهي فقال أشتهي أن أبكي حتى لا أقدر أن أبكي الله أكبر وقيل لأحد الصالحين العارفين بالله ما هي جنة الدنيا قال البكاء من خشية الله وهذه القصة العجيبة عن عبد الله بن مبارك قال القاسم ابن محمد كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيرا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي بأي شيء فضل علينا هذا الرجل حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة إن كان يصلي إنا لنصلي ولإن كان يصوم إنا لنصوم وإن كان يغزو فإنا لنغزو وإن كان يحج إنا لنحج قال فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام نتعش في بيت إذ طفئ السراج فقام بعضنا فأخذ السراج ليصلحه وأخذ يبحث عما يوقد به المصباح فمكثه نيهة ثم جاء بالسراج فنظرت إلى وجه بن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع فقلت في نفسي بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر بمعنى الحديث أنه تجاوز الصحابة بشيء وقر في قلبه ومما عرف به أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان رقيق القلب بكاء رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وهذه بعض الأثار عن السلف قال الإمام النووي البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين بالله وشعار الصالحين وقال الحسن البصري بلغنا أن الباكي من خشية الله لا تقطر من دموعه قطرة حتى تعتق رقبته من النار وقال أيضا لو أن باكيا بكى في ملئ من خشية الله لرحموا جميعا وليس شيء من الأعمال إلا له وزن إلا البكاء من خشية الله وروي كذلك عن كعب الأحبار أنه قال لأن أبكي من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا والبكاء هو علامة رقة قلب والقلب لا يرق إلا إذا طهر من الذنوب والمعاصي والآثام يقول سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلوا وقال جل وعلا في سورة الحج وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذه الصفة صفة الصالحين المؤمنين الأتقياء الأنقياء قال جل وعلا يمتدح هذه الصفة في سورة مريم يقول تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكية لماذا المؤمن يبكي؟ يتذكر تقصيره ثم يتذكر رحمة الله وحلم الله سبحانه وتعالى عليه فيبكي من رحمة الله هذا هو البكاء شعور حب حياء من الله اعتراف تقصير وانكسار مهابة عندما يتجلى على قلب المؤمن المهابة الإلهية يخر وينكسر ويذبل ويتلاشى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ترجمة نانسي قنقر